ثمانية أشهر مرت على أزمة النفايات المستمرة في لبنان قبل أن تقر الحكومة خطة مرحلية لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد نتابع التفاصيل في تقرير صب حدد يبدو أن الحكومة اللبنانية استجابت بعد إنذار أخير وجهه ناشطون عبر تظاهرة دعت إليها مجموعة طلعت ريحتكم للمطالبة بحل أزمة النفايات المتراكمة في البلاد منذ ثمانية أشهر وهي المجموعة التي نظمت احتجاجات واسعة صيف العام الماضي لذات السبب المشاركون في التظاهرة رفعوا الأعلام اللبنانية التي تتخذ من شجر الأرز رمزا وذلك قبل أن يذوي بفعل القمامة التي تختلط بالطبيعة الجميلة التي يتمتع بها لبنان ملقين عنهم رداء الانقسام الداخلي الذي طالما عانى منه اللبنانيون ومهددين بشل الحركة في البلاد الاثنين المقبل نهر النفايات التي انتشرت صوره على شاشات التلفزة ووسائل الإعلام أصبح معلما يراكم على الأزمات التي يعاني منها هذا البلد داخليا وخارجيا وينذر بكارثة بيئية وصحية بدأ اللبنانيون يشعرون بآثارها أما الخطة التي أقرتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة بالتزامن مع التظاهرة فأمدها أربع سنوات وتتضمن إعادة فتح مطمر ناعم جنوب بيروت لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن الفترة السابقة وإنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في شرق بيروت وجنوبها وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق هذين المطمرين النفايات راكمت على الأزمات خيبة أمل أخرى لدى اللبنانيين وأوصلتهم لتوجيه إنذار أخير لحكومتهم التي قدمت بدورها حلولا مؤقتة عبر المطامر التي يرفضها النشطون البيئيون وحركات المجتمع المدني فهل تحل هذه المشكلة بشكل جذري قبل الصيف المقبل أم سيتكرر مشهد احتجاجات طلعة رحتكم مجددا